ونبقى في إقليم الدنباص حيث تجري استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد مع بداية الأول من سمتمر المقبل صوت الجرس الأول في هذا العام سيسمع للمرة الأولى في حوالي أربعين مدرسة بالقرب من الخط الفاصل الجيش الأوكراني إلى جانب الخبراء يقومون بتنقية مختلف الطرقات المؤدية إلى المدارس والبحث عن ألغام أو متفجرات وذات الأمر تشهده منطقة أفديفكا وفقا للتصريح إيرينا هيراشينك ومفاوضة الرئيس الأوكراني بملف التسوية في الدنباص فإنه قبل بداية الحرب كانت هناك سبع مدارس في أفديفكا تدرس أكثر من 2500 طالب تم حاليا استرجاع أغلبها وتهيئتها كليا لعودة الطلاب إلى مدارسهم اليوم قمنا بتأمين مجموعة من النواب الأوكرانيين الذين حضروا للمنطقة بهدف الإطلاع على الإعدادات التي أجريت في مدارس بلدة أفديفكا استعداداً للعام الدراسي القادم مجموعة النواب تقف على متطلبات الإدارات المحلية وتلبي احتياجاتهم وبغض النظر عن الوضع الأمني فإن مدارس أفديفكا مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر